ايها الطلبة الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دائما في اطار تحضير لامتحان شهادة البكالوريا نقوم اليوم بانجاز الدرس الثاني بحيث نتطرق اليوم الى دراسة عناصر نقل الاستطاع دائما على نفس الجهاز الالي او النظام الالي لتحضير القهوة الساخنة وتحديدا على مخفض السرعة لهذا الجهاز اللي هو جهاز السحق نقوم بدراسة المسننات 24 والمسننات 24 وتسعة وقبل ذلك نقوم بمراجعة بعض الخصائص للمسننة ذات الأسنان الأسطوانية ذات الأسنان القائمة إذن وظيفة المسننة هي نقل الحركة الدورانية من عمود محرك إلى عمود مستقبل إذن المسننة توضع بين عمود ثابت سرعة الدورانية هي معدومة تحول هذا العمود بعد استعمال المسننة إلى عمود متحرك وين تكون سرعة الدوران تختلف على الصفر ودائما هناك معوقات خاصة بالنقل والتي هي العزم المنقول إذن العزم المنقول يمثل إعاقة وكذلك وضعية الأعمدة إذن بالنسبة للمسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة تكون الأعمدة متوازية إذن مبدأ تشغيل أو مبدأ اشتغال المسننة إذن يكون بوصل العجلتين واحد واثنين بعمودين موصلين بوصلة محوارية الدوران يكون دون أنزلاق للعجلتين في النقطة E إذن في النقطة E إذن راح يكون عنا دوران بسرعة أوميغا 1 وعنا العجلة راح تدور بسرعة أوميغا 2 ومدام أن النقطة E على مسار الدائرتين لها نفس السرعة الخطية إذن في 1 يساوي V2 وبما أن V تساوي أوميغا R إذن نصل إلى العلاقة التي تبين هذا التساوي وهي أوميغا R أوميغا 1 R1 يساوي أوميغا 2 R2 بإشارة ناقص دلالة على أن الحركة اتجاه الحركة تبدل خصائص المسننة خصائص المسننة الأسطوانية ذات أسنان قائمة عندنا أولا هو المديول أو المقياس التناسبي للمسننات إذن حتى يكون هناك نقل للحركة بالتسنين لابد أن تكون للمسننتين أو يكون لهم نفس المديول أو المقياس التناسبي وهذا المديول يختار من قيم المديول الموحدة لماذا؟ لأنه عندنا قيم موحدة للمديول نختار واحد منها ثم عندنا عدد الأسنان اللي يكون عدد طبيعي عدد الأسنان اللي يكون عدد طبيعي إذن العجلة المسننة عندها عدد أسنان وعجلة والترس له عدد أسنان كذلك طبيعي عندنا الخطوة اللي هي تساوي P في M يعني هي خطوة السن عندنا القطر الأساسي D يساوي MZ والتباعد المحواري اللي يكون هي تباعد محاور المسننتين A يساوي D1 زائد D2 على 2 يساوي MZ1 زائد Z2 على 2 خصائص أخرى للعجلة المسننة عندنا عرض السن B يساوي K في M K قيمة ثابتة تأخذ من 6 إلى 10 رأس السن أشأة يساوي المديول M قعر السن HF يساوي 1.25M وعندنا ارتفاع السن H يساوي HA زائد HF بالنسبة للأقطار عندنا قطر رأس السن D يساوي D زائد 2M DA يساوي D زائد 2M قطر قاعدة السن DF تساوي D ناقص 2.5M نقوم بتمثيل الجهود المؤثرة على السن في نقطة التأثير على دائرة الدائرة الأساسية والتأثير اللي هنا يكون دائما مائل بزاوية ألفا قدرها في غالب الأحيان 20 درجة إذن تحليل هذه القوة يعطينا مركبتين إذن مركبة نصف قطرية عمودية على محور الدواران ومركبة ممسية تكون وفق التأثير على الدائرتين الأساسيتين يمكن حساب هذه الجهود باستعمال العلاقات المثلثية إذن تي يساوي F كوسينوس ألفا وهي القوة الممسية والقوة النصف قطرية R تساوي F سينوس ألفا كما يمكن حساب القوة الممسية تي انطلاقا من الاستطاعة المحركة حسب المعطنات التقنية للجهاز لدينا سرعة الدواران أن تساوي 1500 دورة على الدقيقة واستطاعة المحرك بي تساوي 5 كيلوات القطر الرابعة يساوي 18 ميليمتر أولا نقوم بحساب المزدوجة C التي نستخرجها من العلاقة بي تساوي C أوميغا أوميغا هي سرعة الزاوية المستخرجة من العلاقة أوميغا يساوي P N على 30 من المعادلتين واحد واثنين نتحصل على العلاقة C تساوي 30 مضروبة في P على P N بتعويض قيمتي P و N في المعادلة C تساوي 31.85 متر في نيوتن بعد حساب المزدوجة المحركة نستنتج القوة المماسية T من العلاقة C إيغال D على 2 مضروبة في T هو القطر الأساسي للترس القائد إذن T تساوي 2C على D بالتعويض T تساوي 2 في 31.85 تقسيم 18 في 10 أس ناقص 3 لأنه حولنا إلى المتر هنا لابد لننتبه إلى الوحدة إذن وحدة المزدوجة هي المليمتر هي المتر في نيوتن في المتر لابد من كتابة قيمة القطر بالمتر أي 10 ناقص 3 ثلاثة ونتحصل على T يساوي 3539 نيوتن ثالثاً لحساب المقياس التناسبي أو المديول أم لابد من تحقيق شرط المقاومة أم أكبر أو يساوي 2.39 جذر T على KRP وهي La Resistance Practique مقاومة التطبيقية للمد من المعطيات التقنية للجهاز المقاومة التطبيقية للمد RP تساوي 50 ديكا نيوتن على المليمتر مربع معامل عرض السن K يساوي 10 بالتعويض بالتعويض أم أكبر أو يساوي 2.34 جذر في 3569 على 10 في 50 في 10 ننتبه دائماً إلى الوحدة إذن القوة بنيوتن المقاومة التطبيقية RPO لابد أن تكون بنيوتن على المليمتر مربع و نتحصل على قيمة المديول M أكبر أو يساوي 1.96 إذن من من القيم الموحدة إذن ناخد قيمة M تساوي 2 ثم نقوم بخصائب لما نستخرج المديول نقوم بحساب خصائص المسنانات 4.23 وكذلك 24.9 المطلوبة في الجدول باستعمال العلاقات التي تطرقنا إليها سابقاً ونتحصل على النتيجة بعد تطبيق العلاقات عندنا D يساوي MZ DA يساوي D زائد 2M DF يساوي D 2.5F M FA يساوي D23 زائد D24 على 2 ونسبة النقل بين العجلة ربعة والعجلة 23 هي D cut سور على D 23 لحساب نسبة النقل الكلية نطبق العلاقة R كلية global تساوي R نسبة النقل بين ربعة و23 مضروبة في نسبة النقل بين العجلة 24 و9 ونتحصل على 1 على 3 وهي نسبة R24 على 23 مضروبة في نصف وهي نسبة 24 على 9 ونتحصل على نسبة النقل الكلية R تساوي 1 على 6 لحساب سرعة الخروج لدينا العلاقة R G تساوي N 21 على N 2 إذن سرعة العمود المستقبل أو عمود الخروج على سرعة عمود الدخول ومن N 21 تساوي النسبة الكلية R مضروبة في N 2 بالتعويض نتحصل على N 21 يساوي 250 دورة على الدقيقة وبذلك نكون قد حسبنا أو قمنا بحساب نسبة أو خصائص المسننات المطلوبة بهذا نكون قد انتهينا من تقديم هذا الدرس نضرب لكم موعد آخر في دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما في إطار تحضير لامتحان شهادة البكالوريا نقوم اليوم بإنجاز الدرس الثاني بحيث نتطرق اليوم إلى دراسة عناصر نقل الاستطاعة دائما على نفس الجهاز الآلي أو النظام الآلي لتحضير القهوة الساخنة وتحديدا على مخفض السرعة لهذا الجهاز اللي هو جهاز السحق نقوم بدراسة المسننات ربعة وثلاثة وعشرين والمسننات ربعة وعشرين وتسعة وقبل ذلك نقوم بمراجعة بعض نقوم بمراجعة بعض الخصائص للمسننة ذات الأسنان الأسطوانية ذات الأسنان القائمة إذن وظيفة المسننة هي نقل الحركة الدورانية من عمود محرك إلى عمود مستقبل إذن المسننة توضع بين عمود ثابت سرعة الضوراني هي معدومة تحول هذا العمود بعد استعمال المسننة إلى عمود متحرك وين تكون سرعة الضوران تختلف على الصفر ودائما هناك معوقات خاصة بالنقل والتي هي العزم المنقول إذن العزم المنقول يمثل إعاقة وكذلك وضعية الأعمدة إذن بالنسبة للمسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة تكون الأعمدة متوازية إذن مبدأ تشغيل أو مبدأ اشتغال المسننة إذن يكون بوصل العجلتين واحد واثنين بعمدين موصلين بوصلة محوارية الدوران يكون دون أنزلاق للعجلتين في النقطة إي إذن في النقطة إي إذن راح يكون عنا دوران بسرعة أوميغا 1 وعنا العجلة راح تدور بسرعة أوميغا 2 ومدام أن النقطة إي على مسار الدائرتين لها نفس السرعة الخطية إذن V1 يساوي V2 وبما أن V تساوي أوميغا R إذن نصل إلى العلاقة التي تبين هذا التساوي وهي أوميغا R أوميغا 1 R1 يساوي أوميغا 2 R2 بإشارة ناقص دلالة على أن الحركة تبدل خصائص المسننة خصائص المسننة الأسطوانية ذات أسنان قائمة عندنا أولا هو المديول أو المقياس التناسب للمسننات إذن حتى يكون هناك نقل للحركة بالتسنين لابد أن تكون للمسننتين أو يكون لهم نفس المديول أو المقياس التناسب وهذا المديول يختار من قيم المديول الموحدة لماذا؟ لأن عندنا قيم موحدة للمديول نختار واحد منها ثم عندنا عدد الأسنان ليكون عدد طبيعي عدد الأسنان ليكون عدد طبيعي إذن العجلة المسننة عندها عدد أسنان وعجلة والترس له عدد أسنان كذلك طبيعي عندنا الخطوة التي تساوي P في M هي خطوة السن عندنا القطر الأساسي D يساوي M Z والتباعد المحواري هي تباعد محاور المسننتين A يساوي D1 زائد D2 على 2 يساوي M Z1 زائد Z2 على 2 خصائص أخرى للعجلة المسننة عندنا عرض السن B يساوي K في M K كقيمة ثابتة تأخذ من 6 إلى 10 رأس السن H A يساوي الموديول M M قعر السن HF يساوي 1.25 M وعندنا ارتفاع السن H يساوي H A H A بالنسبة بالنسبة للأقطار دائماً الأساسيتين يمكن حساب هذه الجهود باستعمال العلاقات المثلثية إذن T يساوي F cos alpha وهي القوة الممسية والقوة النسب قطارية R تساوي F sin alpha كما يمكن حساب القوة الممسية T انطلاقاً من الاستطاعة المحركة حسب المعطنات التقنية للجهاز لدينا سرعة الدوران N تساوي 1500 دورة على الدقيقة واستطاعة المحرك P تساوي 5 كيلو وات القطر القطر ربعة يساوي 18 مليمتر أولاً نقوم بحساب المزدوجة C التي تساوي التي نستخرجها من العلاقة P تساوي C أوميغا أوميغا هي سرعة أو سرعة الزاوية المستخرجة من العلاقة أوميغا يساوي P N على 30 من المعادلتين واحد واثنين نتحصل على العلاقة C تساوي 30 مضروبة في P على P N بتعويض قيمتي P و N في المعادلة C تساوي 31.85 متر في نيوتن بعد حساب بعد حساب المزدوجة المحركة نستنتج القوة المماسية T من العلاقة C Egal D على 2 مضروبة في T هو القطر هي المتر نيوتن في المتر لا بد من كتابة قيمة القطر بالمتر أي 10 ناقص أس ثلاثة ونتحصل على T يساوي 3539 نيوتن ثالثا لحساب المقياس التناسوبي أو المديول M لا بد من تحقيق شرط المقاومة M أكبر أو يساوي 2.35 جذر T على K R P هي La Resistance Pratic مقاومة التطبيقية للمدة من المعطيات التقنية للجهاز المقاومة التطبيقية للمد R P تساوي 50 ديكا نيوتن على المليمتر المربع معامل عرض السن K يساوي 10 بالتعويض بالتعويض M أكبر أو يساوي 2.34 في 3569 على 10 في 50 في 10 ننتبه دائما إلى الوحدة إذن القوة بنيوتن المقاومة الطبيقية RPU لا بد أن تكون بنيوتن على المليمتر مربع و نتحصل على قيمة الموديول M أكبر أو يساوي 1.96 إذن من من القيم الموحدة إذن ناخد قيمة M تساوي 2 ثم نقوم بخصائب لما نستخرج المضيول نقوم بحساب خصائص المسنانات 24 و 23 و كذلك 24 و 9 المطلوبة في الجدول باستعمال العلاقات التي تطرقنا إليها سابقا و نتحصل على النتيجة بعد تطبيق العلاقات عندنا D يساوي MZ DA يساوي D زائد 2M DF يساوي D ناقص 2.5F M F A يساوي D23 زائد D24 على 2 و نسبة النقل بين العجلة 4 و 23 هي D cut على D 23 لحساب نسبة النقل الكلية نطبق العلاقة R كلية global تساوي R نسبة النقل بين 4 و 23 مضروبة في نسبة النقل بين العجلة 24 و 9 و نتحصل على 1 على 3 وهي نسبة R 24 على 23 مضروبة في نصف وهي نسبة 24 على 9 و نتحصل على نسبة النقل الكلية R G تساوي 1 على 6 لحساب سرعة الخروج لدينا العلاقة R G تساوي N 21 على N 2 إذن سرعة العمود المستقبل أو عمود الخروج على سرعة عمود الدخول ومن N 21 تساوي النسبة الكلية R G مضروبة في N 2 بالتعويض نتحصل على N 21 يساوي 250 دورة على الدقيق وبذلك نكون قد حسبنا أو قمنا بحساب نسبة أو حصائص المسننات المطلوبة بهذا نكون قد انتهينا من تقديم هذا الدرس نضرب لكم موعد آخر في دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته